السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الأعزاء أهلا بكم نحن الآن مع الجزء الثالث من دورة الربح من الأفلييت وتحقيق 2000 دولار في هذه الدورة قسمناها لثلاثة أجزاء كنا في الجزء الأول قد شرحنا كيفية تنصيب القالب وتركيبه في الجزء الثاني أريناكم كيف نقوم بالتسجيل في مواقع الأفلييت وكيف نقوم بإضافة الكوبونات التي ستمكننا من ربح المال فكل من لما يشاهد الحلقة رقم واحد والحلقة رقم اثنين ستجدون طبعا رابطا أسفل الفيديو يمكنكم من مشاهدة الحلقات مع طبعا كل الروابط التي ستحتاجونها في هذه الدورة والروابط التي سأشرحها لليوم إن شاء الله وبالنسبة لدرسنا لهذا اليوم كما بيّنت سابقا أننا سنريكم كيف تقومون يعني بنشر موقعكم الموقع الخاص بالأفلييت في مواقع يعني محركات البحث للحصول على زيارات بطريقة يعني مجانية دون دفع أي معلوم إعلاني يعني محركات البحث لن نحتاج العمل في الفيسبوك طبعا إن أردت العمل في الفيسبوك عبر أعلانات فيسبوك أو غيره فذلك سيزيد أرباحك ولكن تكفي هذه الطريقة وخاصة للإخوة الذين سيعملون بطريقة مجانية إذن نبدأ على بركة الله هنا طبعا نأخذ رابط الموقع الخاص بنا وأول شيء نتوجه لنشر موقعنا في جوجل حتى يتمكن جوجل من معرفة موقعنا ماذا سنفعل؟ سندخل إلى ما يسمى جوجل ويب ماستر تولز أو جوجل تسيرش كونسول ستكتب هذا في جوجل ثم ستدخل طبعا يجب أن يكون لك حساب جيميل أكيد لك حساب جيميل فستقوم بالدخول عن طريق حساب الجيميل الخاص بك إذن هذه واجهة الجوجل ويب ماستر تولز يقول لنا أضف موقع الويب الخاص بك ستضغط هنا على كولي ثم ستضغط إضافة الموقع هنا يطلب منك جوجل أن تقوم بعملية إثبات ملكيتك للموقع فهنا يطلب منك إضافة الكود تاج الخاص بهم أو شيء من هذا القبيل الأسهل شيء هو لو ضغطنا هنا ثم سنضغط على ثم سنقوم بنسخ هذا الكود ثم سنقوم بالتنقل إلى الاستضافة الخاصة بنا وسنقوم طبعا بإضافته إلى القالب سأريكم ذلك لإضافة الكود نقوم بالتنقل إلى طبعا كما قلنا الاستضافة الخاصة بنا وهنا سنضغط على يعني الأبرينس أو 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 تم طبعا حفظ الكود الخاص فستعود الى الجوجل كونسول ثم ستضغط على فايقول لك مبروك انت اثبتت انك صاحب ذلك الموقع فتم يعني اخذ ذلك بنجاح ممتاز الخطوة رقم اثنين لذلك هي اضافة سيتماب سنضغط على اد سيتماب وهنا سنقوم بالضغط على اد سيتماب نحن لم لا نمتلك سيتماب فما سنفعله هو اننا سنقوم عفوا سنقوم بنسخ الرابط الخاص بموقعنا لاضافة سيتماب الخاص بنا فهذا سهل جدا فيكفي بالدخول على الواجهة الخاصة بالورد بريس الخاصة بك ثم ستضغط على بلاجين ثم ستضغط على اد نيو ثم ستبحث هنا عن بلاجين يسمى جوجل اكس اميل سيتماب جوجل اكس اميل سيتماب هذا هو البلاجين الذي نبحث عنه طبعا انا منصبه سابقا فهنا ستقوم بالضغط على اكتيفيت ثم تقوم بتنصيبه بطريقة يعني عادية بعد ان نصبناه لو قمنا بالدخول على انستالد بلاجين سنجده في هذه القائمة اي البلاجين التي قمنا بتنصيبها سابقا هنا سنضغط على السيتينغ الخاصة بهذا البلاجين لو اردنا التعديل عليها بالنسبة للخاصيات ولكن الخاصيات التي يضعها الموقع بصراحة صحيحة فما ستأخذه هو ببساطة هو هذا الرابط سيتماب دوت اكس اميل يعني بهذا هو سيتماب ان اردت رؤيته هذا هو سيتماب نعم وطبعا باضافته لجوجل ستعود الى هنا ثم ستضغط على هاته ثم ستضغط على ثم ستقوم بتحديث الصفحة وهكذا تم ارسال السيتماب بطريقة ناجحة طبعا هنا حاليا يقوموا باستغراج السيتماب فهذا مهم جدا والخطوة الموالية كما شرحنا لكم المرة الفائتة في اضافة الكوبونية طبعا عن طريق الكوبون يعطينا رابط مثل هذا الرابط الخاص بهذا الكوبون ما ستفعله انت كل مرة تقوم باضافة كوبون ستقوم بارشفته يدويا في جوجل حتى يقوم جوجل بارشفة في حالة مثلا انه الانسان بحث عن من فاشن كورسل كورتز واتش سبعين بالمئة اوف فانت عندك امكانية كبيرة تكون في المراتب الاولى في جوجل لانك ارشفته بطريقة صحيحة ما ستفعله هنا ستدخل على جوجل ثم ستضغط على هاته اكس بلوري كوم جوجل او فاتش اس جوجل ان كان بالانجليزية ثم ستضغط عفوا ستأخذ الرابط ستحذف منه الرابط الخاص بالموقع لانه موجود هنا ثم ستضغط على اكس بلوري ثم ستضغط على هاته وهي طلب ارشفة يدويا هنا سيطلب منه الكبتشا كم اكره الكبتشا سأضغط على فاليديت ثم ساختار هاته الابشن رقم واحد ثم اضغط ارسال الى الارشفة وبذلك انا اقوم بارشفة يدوية اي كاني اعلم البوتات الخاصة بجوجل يعني وكاني عندي مقال جديد او كوبون جديد يا بوتات جوجل قوموا بارشفته عندكم هاته هي الطريقة طبعا التي سنتستخدمها كي يصبح موقعنا مارشفا لدى جوجل يعني طريقة سهلة جدا الخطوة الثانية هي عن طريق ارشفته في محرك البحث بينج لماذا محرك البحث بينج لان محرك البحث بينج مستخدم كثيرا في منطقة امريكا وكندا فسنحصل على عديد الزوار من هذا المحرك البحث المشهور فلدخول عليه يكفي الدخول على بينج ويب ماستر تولز تكتبها في جوجل ستجد هذا الموقع وطبعا كل الروابط التي تحتاجونها ستجدونها اسفل الفيديو يجب ان تمتلك حساب اوت ميل حتى تقوم بالدخول على حسابك مهم جدا ان تمتلك حساب اوت ميل لم تمتلك حساب اوت ميل قبل ان تقوم بالدخول الى بينج انشئ حساب على اوت ميل ثم اضغط على كونيكشن ممتاز هنا بعد ان قمنا بالدخول الى بينج ويب ماستر تولز فسيطلب مننا هنا اضافة الويب سايت الخاص بنا فسنقوم طبعا بنسخ رابط الموقع ومن ثم سنضيفه هنا ثم سنضغط على انفوي ممتاز هنا يطلب منك العادة رابط السايتماب تقريبا سنحتاج رابط سايتماب كل مرة نريد ارشفة موقعنا في محركات البحث ممتاز هنا متى سنضع كل يوم مافي مشكلة يعني نقوم بوضع كل المعلومات الخاصة بناء يعني غير مهم جدا ان تكون معلومات صحيحة طبعا فهذا طبعا فقط للارشفة ثم سنضغط على save طبعا انتم ستقومون بوضع كل المعلومات التي يطلبها منكم الموقع ممتاز جدا لاحظ معي هنا كالعادة يطلب ان يتأكد انك الويب مستر اي انك صاحب الموقع كالعادة ستعود الى القالب ثم ستضغط على team option او مثل ما فعلنا في المرة السابقة مع يعني محرك البحث جوجل نفس الشيء سنضيف الكود الخاص بمحرك البحث بينك ثم سنضغط على save change تم طبعا يعني الاضافة بنجاح هنا سنعود الى هنا ثم سنضغط على verify وهنا كما تلاحظون تم اضافة الموقع بنجاح فهنا طبعا سيقوم بنج طبعا بالدخول او بودت بنج بالدخول الى الموقع الخاص بنا وسترون الارشفة هنا يعني نسبة النقارات نسبة الامبريشن وغيره من الاحصائيات التي ستحتاجونها طبعا لمشاهدة تطور موقعكم طبعا كي لا نطيل الدرس نفس الشيء ستفعله مع محرك البحث يندكس الروسي لطبعا جلب اكبر عدد من الزوار عن طريق موقع يندكس ويندكس مستعمل كثيرا طبعا في روسيا فربما ستحتاجه ايضا لجلب الزوار من روسيا ولكن ارى الاقتصار على جوجل وابينج يكونوا كافيا لجلب اكبر عدد من الزوار فطبعا الارشفة لن تكون لحظية بل تحتاج بعض الوقت لترى ان ان بدأت ارشفة موقعك ام لا مثلا في جوجل ستكتب هكذا سايت عفوا سايت نقطتين ورابط الموقع الخاص بك هكذا ثم ستضغط على انتر وهكذا يقوم هو بالتثبت يعني ان كان موقعك مؤرشفا في جوجل فنرى كما تلاحظون حاليا قام جوجل بارشفة موقعي كما عكس بينك التي تحتاج 3 الى 4 ايام حسب تجربتي وحينها طبعا ستقوم انت بارشفة الكوبونات الخاصة بك وهكذا طبعا ستربح المال باذن الله هاته هي خاتمة دورتنا لربح المال من موقع الافليات اتمنى ان تنال اعجابكم كل من لم يشاهد هذه الدورة ستجدون كل الدروس والروابط التي تحتاجونها بالرابط اسفل الفيديو شكرا لمكل متابعاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة